أعزائي المشاهدين مرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم معرفة القدوس حلقة النهاردة عن سؤال بسيط جدا ما هي الخطيئة؟ اتكلمنا في حلقة قبل كده عن الخطيئة وقلنا لما في المسيحية بنتكلم عن الخطيئة ممكن نتكلم عنها من ثلاث زوايا أو من ثلاث مفاهيم الخطيئة كفعل كأفعال خطيئة نفسها الخطيئة كحالة للإنسان بقى فيه طبيعة خطيئة أو طبيعة ساقطة والخطيئة كموقف من الله والحلقة اللي فاتت كانت كلها عن الخطيئة كموقف من الله النهاردة هنتكلم عن الخطيئة كفعل ايه هي الخطيئة؟ ايه اللي يتحسب يتقال عنه خطيئة؟ السلوك، التصرف، الأفعال، الأفكار اللي ممكن يتقال عنها انها خطيئة؟ ايه هو تعريف الخطيئة؟ أحد الإجابات ممكن يكون ان هي كسر الوصية يعني لما ربنا يمدي وصايا كسر الوصية هو خطيئة هو عدم طاعة الله، هو عمل الشر، ده تعريف الخطيئة وده طبعا تعريف صحيح الكتاب يقول ان الخطيئة هي التعدي لكن فيه نقطة مهمة انه الحقيقة في المسيحية وعمقها الخطيئة تعريفها أشمل من كده ليه التعريف مش قاصر على فكرة كسر الوصية فقط؟ لأن الخطيئة كانت موجودة قبل وجود الوصية يعني الوصية كوصية وكناموس نزل أول نموس نزل كان على عهد موسى طب كل المدة اللي مرت قبل كده قبل موسى وقبل الوصية وقبل الوصايا العشر ونموس الله في العهد القديم كان فيه خطايا ولا ما كانش فيه؟ كان فيه خطايا أقرلكم في رمية خمسة وآية 12 يقول فإنه حتى النموس كانت الخطيئة في العالم يعني لغاية أمجي النموس كان موجود خطيئة إيه اللي عملوا النموس كفارق يعني؟ إنه هو بقى تتحسب الخطيئة إنها خطيئة على أن الخطيئة لا تحسب إن لم يكن نموس لكن لغاية النموس كان فيه خطيئة طيب يبقى إذن مش التعريف بس كسر الوصية لو كانت الخطيئة موجودة قبل النموس ما هو تعريف الخطيئة؟ الحاجة التانية اللي تخلينا نفكر إن إحنا محتاجين معنا أشمل من بس كسر الوصية إنه ساعات فيه وصايا ومع وجود الوصايا فيه أسئلة هل التصرف الفلاني؟ هل السلوك الفلاني خطيئة ولا لأ؟ لأنه فيه أحيانا حاجات مش متقالة بالتحديد في الكتاب المقدس إذا كانت دي خطيئة ولا لأ؟ أو فعلة معين مش خطيئة ولا لأ؟ فالناس بتتساءل أحيانا وأسئلة كتير هل دي خطيئة ولا لأ؟ طيب إيه المقياس في الحالة دي؟ يبقى إحنا محتاجين تعريف أشمل للخطيئة إيه هي الخطيئة؟ نرجع لكتاب المقدس أول ذكر لكلمة خطيئة في الكتاب المقدس جه في إصحاح أربعة من سفر التكوين يعني قبل المرة دي ما كانش فيه أي كلمة خطيئة موجودة خالص حتى سقوط آدم ما تسماش خطيئة لغاية إصحاح أربعة في سفر التكوين على قيين وحديث الله مع قيين أول مرة تذكر كلمة خطيئة ربنا قال له إن فيه خلف الباب خطيئة رابضة تعالوا أقرأ لكو الآيات دي الآيات بتتكلم على إن قيين قدم زبيحة مش مقبولة من زي ما ربنا قال وهبيل قدم زبيحة مقبولة فقيين غار من أخوه وابتدى يتغس جدا فيقول فاختاز قيين جدا وسقط وجهه فقال الرب لقيين لماذا اختصت ولماذا سقط وجهك إن أحسنت أفل رفح يعني لو تصرفت تصرف الصح لو صلحت الغلطة اللي عملتها مش هارفع يعني هقبل الزبيحة وتشالت المشكلة وإن لم تحسن إن أصريتها الغلط فعند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها إيه كانت الخطية المنتظرات إنه غضبه وغيزه هيتحول لقتل طب ما هو ما كانش فيه وصية لا تقتل يعني الوصية ما كانش جات لغاية دلوقتي ما ليه ربنا استخدم كلمة خطية خلف الباب خطية الكلمة العبرية اللي جات في النص الأصلي للكتاب المقدس هي كلمة قريبة جدا من العربي اسمها خطى كلمة عبرية اسمها خطى وكلمة خطى معناها عدم إصابة الهدف يعني بتنشن على هدف وبعدين التنشين ما يجيش في الهدف missing the target عدم إصابة الهدف فالخطية اللي بيتكلم عليها ربنا هنا لقايين مش بس تعرفها إنه هتقتل عكس الوصية لا تقتل لأن ما كانتش نزلة الوصية يبقى إيه الهدف اللي قايين لن يصيبوا هنا وفشلوا في إصابة الهدف هو اللي هو خطية الهدف هو هدف خلق الإنسان الإنسان خلق على صورة الله وشبهه ليكون ابنه وليعمل علاقة معه ودعي لحياة شركة مع الله اشتراك في ملكوت الله ومجده يحب الله ويحب باقي البشر فقايين دخل في منطقة هيفشل في تحقيق هذا الهدف هيفشل في تحقيق حبه لأخوه وحبه لأله يبقى بهذا المعنى كل فشل في تحقيق هدف الله من خلقتنا هو خطية كل فشل في تحقيق هدف الله من خلقة الإنسان هو خطية يعني حينما نفشل أننا نعيش كأبناء الله نعيش في حياة شركة معاه نعيش في للهدف اللي خلقنا عشانه نعيش نحبه ونحب الآخرين هذا خطية ده مفهوم أشمل للخطية فكان أصد ربنا إيه أنه قيين أنت ممكن تصلح الخطأ ممكن تقدم زبيحة صح لكن أنت مركز على الغضب على أخوك بدل ما تركز على هذا اللي هينتج عنه قتل وهتفقد طريقك تماما مع الله ده يبقى فشل يؤدي إلى فشل غيز يؤدي إلى قتل يؤدي أنك تفقد الهدف تماما ممكن تصلح الطريق لذلك أيها الأحباء ممكن نعرف الخطية على أن هي فشل أن نعيش كأبناء لله فشل أن نحب الله ونحب البشر المخلوقين على صورة الله هذا المعنى هو معنى الخطية اللي كان موجود قبل النموس ما ييجي ويحدد بالضبط بعض حاجات معينة وبقى اسمه النموس والغاية دلوقتي ده موجود لأن نشوف مثلا في رسالة يعقوب إصحاح واحد أن يقول لنا كده إيه فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له طب ده يبقى هنا ما أقدرش أعرف الخطية بأن هي كسر الوصية ده بيقول اللي يقدر يعمل حاجة كويسة وما يعملهاش يبقى دي خطية ده بأي مقياس بمقياس أنه فشل في تحقيق الهدف من خلقته أن يحب الله ويحب الناس هناخد فاصل قصير وهنرجع بعد الفاصل نكمل في معنى وتعريف الخطية مرحب بكم مرة أخرى عزائي المشاهدين عرفنا الخطية على أنها أي فشل في تحقيق الهدف اللي ربنا خلقنا علشانه وهو حب الله وحياة الشاركة معاه وحب الناس المخلوقين على صورة الله عايزين نوضح نقطتين مهمين في الحكاية دي النقطة الأولى هي أن حب الله والناس مرتبطين ببعض ونقطة التانية أن الخطية ضد الناس هي أيضا خطية مواجهة ضد الله النقطة الأولينية أن حب الله والناس مرتبطين ببعض ربنا يسوع المسيح لما اتسأل في يوم من الأيام قالوا له إيه الوصية العظمى في النموس أمت دا لهم اتنين مش واحدة قال لهم تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك وبعدين وتحب قريبك نفسك وبعدين قال لهم أن دول أعظم وصيتين في النموس فرغم أن نتسأل على أعظم وصية إدى الاتنين أن الاتنين مرتبطين ببعض لو رجعنا للمسأل اللي ضربناه عن قيين من شوية وشوفنا أول مرة تذكر فيها كلمة خطية نلاقي أنه معلمنا يوحن في الرسالة الأولى وإصحاح ثلاثة جاب مثل قيين ده واتكلم عليه شوية تعالوا نشوف قال إيه قال كل من لا يفعل البر ليس من الله يبقى بيتكلم على إيه مش على كسر وصية بيتكلم على فعل البر كل من لا يفعل البر ليس من الله وبعدين بيشرح وكذا من لا يحب أخاه يعني البر هنا بالتحديد بيتكلم أكتر على إيه محبة الإخوة لأن هذا هو الخبر الذي سمعتموه من البدء أن يحب بعضنا بعضا ليس كما كان قيين من الشرير وزبح أخاه ولماذا زبحه لأن أعماله كانت شريرة وأعمال أخيه بارة فإيه اللي بنشوفه هنا إن معلمنا يوحن بيقول إنه اللي من الله اللي بيحقق الهدف أعماله بارة وبعدين المثل اللي بيوضح ده جدا إنه يحب أخاه مش زي قيين مع عمل قيين عمل إيه فشل في إنه إيه نحب بعضنا بعضا وده كان قبل وصية أو لا تقتل أو قبل الوصاية العشر يبقى واضح هنا إن فيه ارتباط شديد بين حب الله وحب حبنا لله وحبنا للبشر اللي على صورة الله الجانب الآخر من النقطة دي إنه الخطيئة ضد البشر هو خطيئة أيضا ضد الله لأنه عدم إصابة الهدف الخطيئة هي عدم إصابة الهدف لو ناخد مثل جميل جدا اللي هو قصة يوسف وإمرأة فوتيفار يوسف كان بيشتغل في بيت سيده سيده فوتيفار وكان مسلمه كل حاجة وبعدين في يوم من الأيام إمرأة فوتيفار الحقيقة مش يوم من الأيام أكتر من مرة كان بتلح عليه إنها تعمل علاقة معه ويوسف رفض لكن الكلام اللي قاله ناخد منه مفاهيم حلوة جدا تفيدنا في موضوع النهاردة صحاح 39 في سفر التكوين بيقول إيه وحدث بعد هذه الأمور أن إمرأة سيده رفعت عينها إلى يوسف وقالت اتجع معي فأبى وقال لإمرأة سيده خلوا بالكم هذه الحادثة قبل موسى قبل الوصاية العشر قبل وصية لا تشتهي إمرأة قريبك يعني ما فيش وصية بتقول كده إما اليوسف تبريره إيه تفكيره إيه إيه تدافع إنه هو رفض فأبى وقال لإمرأة سيده هو ذا سيدي لا يعرف معي ما في البيت وكل ما له قد دفعوا إلى يدي يعني إيه واثق فيه ثقة تامة ليس هو في هذا البيت أعظم مني مكرمني كرامة عظيمة جدا واثق مني مكرمني ولم يمسك عني شيئا غيرك لأنك إمرأته ثقة فكيف أصنع هذا الشر العظيم فين الشر هي عايزة كده وأخطئ إلى الله الشر هنا أني أخون الأمانة اللي سيدي فوتيفارم الديهاني هو مقامني مسلمني البيت كله مسلمني ما يعرفش اللي في البيت دي أمانة معطالية فلن أخون هذه الأمانة ولن أخطئ أيضا في حقك لأنني بحترمك كإنسانة فهنا احترام يوسف لأمانة الأمانة المعطالة من سيده واحترامه لإمرأة سيده لأنها كرمتها من كرامة سيده اللي بيحترمه خلته يقول على ده شر عظيم ويشوف أنه هو بيخطئ لله لو سمع كلامها واتجع معها إذن فهمنا للخطيئة على إنها عدم إصابة الهدف إذا فهمناها كده لن يهمنا فقط الفعل الخارجي ولكن يهمنا احترامنا لكرامة البشر وكرامة كل نفس إنسانية هي مخلوق على صورة الله ودي نقطة مهمة جدا ومعنى سامي جدا وهم في المسيحية القضية في المسيحية مش صحة وغلط الأهم ورا كده إيه ورا كده إنه أنا لا أخطئ لأخي لأنه مكرم جدا مخلوق على صورة الله ومثاله مخلوق على له كرامة عند ربنا محبوب جدا من الله في العهد الجديد شايفه دفع فيه تمن غالي جدا دم المسيح نفسه فإذا كان هو غالي جدا على قلب الله بهذه الصورة إزاي أنا أخطئ في حقه يبقى هنا يجي سؤال طب أمال إيه دور الوصية احنا تكلمنا دلوقتي عن معنى أشمل من إنه هو كسر الوصية ناخد مثلا الوصايا العشر لما جت في وقت مع أيام موسى النبي إيه كانت الوصايا العشر؟ العشر وصايا هما نصين جزء بيتكلم على العلاقة مع الله وجزء بيتكلم على العلاقة مع البشر وفي الواقع تقدر تقول عنهم كده يعني أنه هما وصف لطرق الفشل في العلاقة مع الله ووصف لطرق الفشل في العلاقة مع البشر وتحذير ونهي على إن احنا نعمل هذه الطرق الفشلة فلما بيقول لي لا تقتل ده فشل في العلاقة مع البشر وبيقول لي ما تعملش هذا الفشل فدي كبتوصف طرق الفشل في العلاقات مع الله في الغرض اللي ربنا خلقنا له وبتعلمنا إيه اللي نعمله ليه احتجناه؟ لأن احنا مع الوقت بعد الخطيئة البشرية فقدت المقياس ما بقاش سهل إيه المعروف الصح والغلط وده الشيء العجيب إنه شجرة معرفة الخير والشر في النهاية قدت لعدم معرفة المقياس فكان الإنسان محتاج لمقياس ولكن هذا المقياس في النهاية مش بيخليه بضرورة إنه يعمل الحاجة الصح لأنه اتقال كده في الكتاب المقدس عن النموس إنه كان هدفه إنه مؤدبنا للمسيح لغاية ما ييجي المسيح اللي هيدلنا طبعته وإنه هدف النموس إنه كان يوضح لينا إنه إحنا في ذاتنا مش هنقدر يبقى لينا بر ذاتي كفاية يتمم كل متطلبات النموس يعني كان هدفه هو صحيح بيعرف أو بيحدد مقياس اللي ربنا شايفه للحياة الصح لكن في نفس الوقت هذا المقياس موضوع قدامنا مراية بيقول بالطبيعة الساقطة لن تستطيع أن توفي هذا المقياس فده كان هدف من أهداف النموس عشان كده ربنا يسوع المسيح في متة خمسة وهو بيكلم تلاميذه قال لهم تعبير غريب جدا قال لهم كده إيه إن لم يزد بركم على الكتبة والفرسيين إيه بر الكتبة والفرسيين كانوا محافظين على النموس جدا واخدين بالهم من الأفعال الخارجية جدا وما بيكسروش النموس مية المية فبيقولهم إن لم يزد بركم على الكتبة والفرسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات طب ده شيء صعب طب ليه لأنه المقياس الأصلي اللي هو في العهد الجديد لازم يبقى موجود إنه إنك تحقق الحدف اللي ربنا خلقك من أجله وكتبوا والفرسيين بالحفاظ الخارجي في الأفعال الخارجية عن النموس فشلوا في تحقيق غرض الله وغرض الله أكبر من إنه مجرد حفظ وصية معينة بالفعل عشان كده الرب يسوع في كلامه نلاقيه الآية دي قالها في متة خمسة في الموازع الجبل بقيت الموازع الجبل نلاقيه بيركز على الدافع يعني بعد كده مثلا إيه يقول بدال سمعتم إنه قيل لا تقتل أنا بقول لا تغضب اللي وراء القتل الدافع اللي بيؤدي لكده الغضب سمعته بتقول لا تزني أنا بقول لا تشتهي اللي وراء الدافع اللي بيقود لكده هو الشهوة وهكذا فيقول سمعتم إنه تحب قريبك وتبغض عدوك أنا بقول أحب أعداءكم باركوا لعنيكم هو ده تحقيق الهدف الأصلي من خلقة الإنسان فإذن في نظر ربنا الرق على حالة القلب من الداخل وليس فقط الفعل الخارجي والتصرف الخارجي التركيز على التصرف الخارجي والأداء الخارجي يسبب مشاكل كثيرة التركيز على الأداء الخارجي في المسيحية والحياة مع الله يسبب مشاكل كثيرة ويسبب إنها تبقى حياة مزيفة يعني الكتبة والفرسيين هم المثل الواضح جدا فبنشوف إن ربنا قال عليهم كتير قال عليهم إنه هم عندهم رياء وقال عليهم إنه هم مليانين حرفية وقال إنه هم عايشين حياة مزدوجة وقال إنه مصرهم الهلاك شوف مثلا في متة 23 آية 28 بيقول لهم كده هكذا أنتم أيضا من خارج تظهرون للناس أبرارا الفعل صح ولكنكم من داخل مشحنون رياء وإثما فالتركيز على الأداء الخارجي لا يغير الطبيعة الخطئة ما بيعالكش مرض الخطيئة اللي عايش من جوه بل بالعكس بيعمل مشكلة أكبر إنه بيداري عليها ما بتبقاش ظهرة بتستخب هناخد فاصل قصير وأعود مرة أخرى أكمل معاكو في مفهوم الخطيئة في المسيحية قبل الفاصل شفنا إزاي التركيز على الأداء الخارجي في حياة الكتبة والفرسيين أدى إلى حياة مزدوجة من الخارج مظهر بر ومن الداخل رياء وإثم لنا أن نتساءل ليه حصل كده ليه يحصل أن التركيز الخارجي أو على الأداء الخارجي يسبب ده في حياة الإنسان فيه نقطتين مهمين قوي محتاجين أن احنا ناخد بالنا منهم الخطيئة معاها مشكلة تانية هي مشكلة خداع النفس يعني إيه مشكلة خداع النفس يعني من مشاكل الخطيئة أن احنا لا نعرف أننا نخطئ بل الأسوأ أحيانا أنه مش بس ما نعرفش إذا كنا غلطانين أو بنعمل حاجة غلط لكن أحيانا أيضا نظن أننا نصنع الصواب أو أننا ناجحين في تحقيق هدف الله وإحنا في الواقع فشلين كل الفشل ليه كده؟ ليه يحصل كده؟ لأن ده كان من مشاكل أن الواحد ياخد معرفته من نفسه معرفة الخير والشر شجرة معرفة الخير والشر مثلا خد أي نزاع بين اتنين اتنين مختلفين في الرأي لو تكلم معهم تلاقي كل طرف مقتنع تماما أنه هو الصح ممكن أحيانا تقول ده عدم فهم وتحاول تخليهم يفهموا بعض وأحيانا ده بيحل المشكلة لكن أحيانا تانية ما بيحلهاش وكل طرف بيتمسك برأيه رغم أنهما فهموا بعض كويس جدا دلوقتي وغالبا الطرف المخطئ تلاقيه متمسك برأيه أكتر ومقتنع أنه هو صح أكتر ليه كده؟ لأن فيه خداع للنفس الخطيئة معاها خداع للنفس المخطئ لا يرى خطأه من أكتر الأمثلة في الكتاب المقدس لهذا الخداع خداع النفس هو داود النبي داود النبي أخطأ مع امرأة متزوجة وبعدين رتب مؤمرة أنه يقتل جزهة في الحرب وبعد ده كله ربنا حب أنه يعرفه غلطته لأنه مش حاسس بنفسه وبعت له ناثان عشان يدي له مثل ويقول له شوف إزاي أنت عملت إيه وناثان ضرب له مثل قال له أنه كان فيه واحد غني ساكن جنبه واحد فقير الرجل الغني عنده غنم وبقر كتير إلى آخره والرجل الفقير عنده نعجة واحدة هي اللي بتسليه هي صحبته وبنته رفقته الوحيدة وبعدين في يوم من الأيام الغني جاله ضيف فبدالما يتبح حاجة من اللي عنده بعت خد النعجة بتاعة الرجل الضعيف منه وده بحة للضيف فداود غضب جدا واتنرفس جدا ويقول في سموئيل 2-12 فحمي غضب داود على الرجل جدا حمي غضبه وقال لناثان حي هو الرب أنه يقتل الرجل الفاعل لذلك شوفوا ديه زعل جدا تحمق قوي فناثان قال له أنت هو الرجل أنت هو الرجل داود بعظمته ما شافش غلطته في القصة اللي ناثان حكيها له وتحمق عليه وشافه غلطان وده كان مثل صغير على اللي عمله داود في سفر أرمية إصحاح 17 وآية 9 ساعة بيقول تعبير صعب قوي قوي على الحكاية دي بيقول القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه إذن إخوتي الأحباء الخطيئة مش أفعال في الخارج فقط ولكنها أيضا قضية خداع نفس قضية تبرير الواحد لنفسه قضية أن الواحد بيدحك على نفسه وبيلوي الحقائق ودي كانت من مشاكل الأكل من شجرة معرفة الخير والشر النقطة التانية اللي قلنا عنها هيبقى النقطة الأولانية خداع النفس النقطة التانية الأنانية الخطيئة دايما معها أنانية بمعنى أنه الأنانية بتغزي جزر خداع النفس يعني عشان بتصرف بأنانية أو فيه دافع أناني بخدع نفسي أكتر ليه في أنانية؟ لأنه الخطيئة أو السقوط الأول جاب طبيعة خطيئة في أعمقها الأنانية ليها شهوات هي نفس من شبعانة هي نفس جواها شهوات ضد الله وضد وصيته وهذه الشهوات تدفع الإنسان أنه يحققها وعشان يحققها يبتدي يتصرف بطريقة ضد الآخرين أو ضد لمصلحته وضد مصلحت الآخرين وده تعريف السلوك الأناني لأنه عنده سبب أو هدف شخصي عايز يحققه هدف أناني عايز يحققه فالأنانية جزء كبير جدا من الخطيئة عشان كده الحل الوحيد للخطيئة هو الرب يسوع الرب يسوع هو خبر صار جدا لنا ليه بنقول الكلام ده لأنه كل اللي شفنا دلوقتي في الخطيئة هو بالعكس تماما في الرب يسوع إذا عرفنا الخطيئة على أنها فشل في تحقيق الهدف اللي ربنا خلقنا علشانه فشل في أن احنا نحب الله ونحب الناس اللي مخلوقين على صورة الله فالوحيد اللي حقق هذا الهدف هو الرب يسوع نفسه هو اللي حقق هدف خلقة البشرية وعاش يحب الله ويحب الناس المخلوقين على صورة الله يقول كده في يحنى 17 أربعة بيخاطب القاب في الصلاة الودعية أنا مجدتك على الأرض العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته كل اللي عمله ربنا يسوع المسيح كان بيحقق وبيعمل اللي ربنا عايزه بيحقق الهدف شفنا الخطيئة مرتبطة بخداع النفس ومعاها خداع نفس المسيح هو الحق نفسه وقال أن حكمه صح لأنه ما بيحكمش لوحده لكن بياخد حكمه من الآب فحكمه حق شفنا أن الخطيئة مرتبطة بالأنانية والمسيح هو الوحيد الذي لم تكن فيه ذرة أنانية بالعكس تماما هو مسل عدم الأنانية قمة عدم الأنانية أخلى ذاته ووضع نفسه عاش للآخرين طول حياته وفي موته مات من أجل الآخرين فكان قمة إخلاء الذات وعدم الأنانية لكن فقط مش بس أنه حقق هدف الله بهذا المعنى لكنه أيضا حل مشكلتنا إحنا لأنه حمل خطايانا وعلى الصليب لما صلب صلب طبيعتنا الخطية معاه وعلى الصليب لما صلب إدانا حق أن احنا ناخد طبيعة جديدة فبعد قيمته بناخد طبيعة جديدة ده اللي بيقوله الكتاب في روميا 6 وآية 4 بيقول فدفننا معه بالمعمودية للموت يعني كل واحد لما بيتعمد بيدفن مع المسيح بيموت عن ذاته وطبيعته الخطيئة بتموت في هذه المعمودية حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة يعني إيه جدة الحياة؟ يعني الحياة الجديدة يعني بعد ما المسيح اتصلب قام وبقى له حياة جديدة لا يسود عليه الموت بعد بعد ما نطلع من المعمودية بناخد حياة جديدة حياة مخلوق يقول إن الإنسان الجديد مخلوق على صورة خالقه في البر وقداسة الحق فبقى دلوقتي فيه طبيعة جديدة مش طبيعة الخطيئة طبيعة خداع النفس طبيعة الأنانية فالسؤال اللي كل واحد بيسمع حلقة النهاردة هو القاتي ماذا تحاول في حياتك؟ هل أنت تحاول أن تعيش بطبيعتك الساقطة بطبيعة الخطيئة حسب وصية الله حسب مستوى عالي جدا لا تستطيع أن تحققه حسب درجة من المعيشة صعبة جدا على الطبيعة الخطيئة أنها توصل لها فالنتيجة الحتمية هي المعاناة في الحياة لأن حاجة مش قادرة عليها والنتيجة النهائية هي فشل في تحقيق الهدف ولا أنت بتحاول تقول أنا ما أقدرش وتقول يا إلهي يا مخلصي ورب يسوع المسيح أنت تقدر تعمل دا فيها أنا أريد أن أموت معك في جرن المعمودية أنا أموت أنا أعايز الحياة الجديدة التي تكون موجودة فيها أعيش بحياتك أنت زي ما بيقول الكتاب فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيها أنا طبيعة الأديمة ماتت أنا دلوقتي عندي طبيعة جديدة عيشة حسب طبيعة المسيح جوايا محاولتنا الإنسانية ستفشل لأن القضية ليست قضية الخارج والأداء الخارجي وخطايا الفعل القضية قضية مرض خطية داخلي وجهدنا الحقيقي هو أننا نعيش بحياة المسيح ناخد حياة المسيح في حياتنا إحنا عشان لو خدنا المسيح لن نفشل في تحقيق الهدف اللي ربنا خلقنا علشانه لو خدنا حياة المسيح مش هنخدع أنفسنا وهنعرف إيه فين الحق لو خدنا حياة المسيح مش هيبقى فينا الأنانية وهيبقى فينا حياة معطاقة وحياة باذلة من أجل الآخرين أتمنى أنه كنتوا تفكروا في الكلام ده وتشاركونا بأفكارك وأسئلتك على مواقع التواصل الاجتماعي وأتمنى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة قريبا وإلى اللقاء